نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبدالله بن سالم البطاطي حياكم الله شيخنا أهلا شهلا حياك الله يا ولدي نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواسس الذي يظهر لكم على الشاشة نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي نعم السؤال التفاعلي يقول ما أفضل كتاب مر عليك في أحكام الجنائز وما ميزته الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمه ولا ما بعد طبعا نحن دائما السؤال التفاعلي القصد منه تجارب الناس ولا شك أن المصنفات المفردة في أحكام الجنائز عندنا مجموعة طيبة لا بأس بها أفرد بالتصنيف فنريد من الإخوة يعني إن شاء الله يشاركون لأن الأصل أنه الغالب أن الإنسان يقرأ في أحكام ما سيأتي أو ما ما يعتقد أنه قرب أو وقت الحاجة حتى يعرف بعض الأحكام من أحكام تجهيز الموتى وتقسيلهم والصلاة عليهم والدعاء لهم وحقوقهم وما يتعلق من قضايا التعزية وغيرها يقرؤون فيه حتى يستفيدون فننظر تجارب الناس على ماذا كانوا يعتمدون ويقرؤون ليتعلموا مثل هذه الأحكام الشرعية ومزايا من تفعو به من الكتب إن شاء الله نطلع بكم موافر من الكتب أخونا محمود الأشوال يقول من أفضل الكتب عندي كتاب أحكام الجناز العلامة البانية رحمه الله وقد بيّن كثيرا من البدع ورد عليها مع بيان الصواب فيها وابوسام المهري يعلق عليه يقول وهو كذلك قديما قرأته مختصرة وتلخيص المولف ثم اقتنيت الأصل بعد عقوده طبعا لا شك كتاب الألباني رأسه في الباب لكن هو يقول أفضل ما فيه أنه ذكر فيه كثير من البدع كلا أفضل ما فيه ما بناه على السنن والآثار في هذا الباب وهو أراد رحمه الله استيعاب ما ورد في الباب لتخريجا وتحقيقا واستدلالا وهذا من أميز ما في كتاب الشيخ الألبان رحمه الله عليه وأما البدع فهي مثل الملحق مثل التبع لهذا الباب وهو كذلك أيضا يعني في هذا الباب كونه تتبع كثيرا من بدع الناس وما يفعلونه مخالفة للآثار هو كذلك الكتاب مليء بمثل هذا لكن الأصل فيه أنه مليء بالأحاديث والآثار والاستنباط منها حتى أنه بعض المسائل يقول لم أرها مقيدة في كتب الفقه مع أنه مصص عليها مثل مثلا لا يدخل قبر من قارف أهله الليلة وهذا يقول هذا الحديث يدل على أن من جاء معه لو لا يدخل القبر وليس فيه ذمن له لكن لا يدخل القبر فقال أنه هذا لم أره في أي كتاب كتب الفقه مما يدل على العوث الموجود في بعض المسائل الشرعية في بعض كتب الفقه المقصود أن ميزته حشده للآثار والأحاديث في هذا الباب نعم وأخونا بعض النهاري أيضا يشيد بنفسه كتاب كتاب حكام الجنائز وبدعها للألباني رحمه الله يقول يمتاز الكتاب بعدة مزايا يذكر بدعة منتشرة والأخطاء في نفس الباب وينبه على حديث المشهورة مع ضعفها هو كنز حقيقي يقول جميل طبعا الشيخ رحمه الله عليه اختصر الكتاب بعد أن كان مطولا أطال فيه النفس اختصره مختصر حدث الكلام على الأسانيد والرجال وغير ذلك وأبقى على خلاصات الأبواب فطلع مختصر يمكن توزيعه وقراءته بشهولة جدا وقراءته ترى في البيوت ترى من المهم جدا بقى مثل هذا الكتاب ليون مختصر في البيوت هذا مثل صفة الصلاة والسلام أيضا مختصر هذا مهم جدا بقى في البيوت نعم وأخونا أحمد نصيب علي يقول الفقه الميسر لنخبئ من العلماء أحسن ما رأيته في ذلك الفقه ليه؟ الفقه الميسر لنخبئ من العلماء هذا يقصد كتاب الجنائز من فقه الميسر هذا يعني نحن طبعا أما من تكلم عن الجنائز ضمن كتاب مطول هذا كثير يعني ما كان قصدا هذا قصدنا من أفرد الجنائز بأحكام بكتاب وهذا كتاب قرأه وطلعه ووجده أنه متميز على غيره نعم ولا لا شك أن كثير من تميز ممن كان كلامهم عن الأحكام ضمنا وجواهر حديثية يقول أحكام الجنائز في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني نعم رحمة الله عليه وأيضا هذا كتابه النفيس جليل فيه مسائل ليست في مسائل كتاب الشيخ الألباني وهو جليل جدا وهو يعرج على بعض القضايا العقدية بالذات يحرص عليها والفقهية أيضا وكثير منها مما استفادوا من شيخه العلامة السماحة الشيخ رحمة الله عبدالله وذكرها وذكر أشياء وآثار وحرصة جدا على مسألة الأذكار وما يقال في هذه الأبواب رحمة الله عليه المقصود أن الكتب ترى في الباب كثيرة ليست هذان كتاب فقط بل هي أكثر من ذلك يعني هناك من ألف من أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل الأردن والعراق وغيرهم لكن بعضهم مطول يبلغ عجمه مجلد كبير يعني وبعضهم لا أقل من ذلك وهكذا والقصد ترى النفع والاستفادة في الباب ولا شك أن شامتها ورأسها الذي هو عالمنا في الباب وكتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعندما متوقع أنه يقول الناس كتاب أحكام الجنازل الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذه ميجة الكتاب المفرد الذي يستوعبه صاحبه في الباب وهو عالم ورأسه من رؤوس العلم فإن الناس تحتفي به وتتناقله ويشيدون به ورجعون إليه كثيرا وهذه قضية تنبأ لها بعضها العبكة منهم العلامة الألباني رحمة الله عليه ولهذا أفرد بعض المسائل والأبواب ترى بكتب وصارت رأسا في بابها لا إشكال في هذا رحمة الله عليهم جميعا نبدأ بسم الله هذا سلمك الله كتاب فكرته إبداعية وهو أراد دراسة مباحث خاصة في كتب السير النبوية هو يقول أني طلعت على كثير من كتب السير النبوية وكتب المغازي وغيرها والكلام فيها كثير فمنهم مطول ومنهم مختصر ومنهم الناظم وغير ذلك والمسائل مبثوثة ومنهم من يأتي بلوية الضعيفة والصحيحة ومنهم من يأتي بيكسر الأقوال وهكذا يعني هو رام شيئا معينا وهو أن يستخرج المسائل التي تحكى في السيرة النبوية وقد نقل أهل العلم الإجماع عليها يعني كل ما كان من سيرته محل إجماع ونص أهل العلم على أن محل إجماع أراد استخراجها ويجمحها في مؤلف واحد ومدارسة هذا الإجماع الاستدلال عليه ومدارسته بكلام أهل العلم ونحو ذلك وسمى كتابه الإمتاع بما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله وقد أبدع غاية في الكتاب فإنه ما كان له مجرد الجمع فقط بل دارس قضايا الإجماع ولهذا جعل الباب الأول خاصة لموضوع الإجماع وحجيتهم ذكر الإجماع وتعريفه وأنواعه وحجيته عند أهل العلم ثم بدأ يقسم بقية أبواب الكتاب العشرة إلى مباحث سيرته أبواب على سيرته مثلا سيرة مولده صلى الله عليه وسلم باب في خصائصه باب في ما يحرم عليه باب فيه وهك بها الطريقة في حجه وصلاته طيب لا يتي إلى حكام الصلاة لا ما نقل عنه أنه فعله في حجه أنه فعله كذا إجماعا وهك بها الطريقة وبقية في لباسه ونكاحه وهك بها الطريقة الكتاب طريقته في المسائل هذا مثاله مثلا يعنون للمسألة هذا عنوان المسألة شفاعة العظمى للموقع مثالها فيذكر من قال نقل الإجماع في الباب مرتبين بحسب الوفيات فينقل الأول الثاني الثالث وهكذا النقول التي وقف عليها في هذا المسألة ممن نقل الإجماع هذا كل محكول الإجماع الآن بعد ذلك كما ترى ينقل مستند الإجماع من كتاب وسنة ويذكره ويذكر وجهه فإذا انتهى منه بعد ذلك إن كان هناك من شذ عن الإجماع أو خالف الإجماع يذكره ويذكر دليله ويناقشه ثم يأتي بالخلاصة هذه الخلاصة فيها إما أن الإجماع ثابت أو أنه مقدوح فيه هذه خلاصة ما في الباب كل الكتاب بهذه الطريقة ومدارسة ما نقل من إجماع حتى يخلص في خلاصاتي من ثبوت الإجماع من عدمه والكتاب بديع بمعنى الكلمة مع تحقيق فيه بنقل الروايات الصحيحة وغيرها وفقه الله أخونا الحبيب فضيل الشيخ أحمد بن غالب الأسدي والكتاب قرر الله مجموعة من أهل العلم الأفاضل والكتاب من إصدارات دار العاصمة بالرياض في هذا المجلد الجميل هذا أتبعه ثانيا هو بعد خمسة سنين تقريبا من صدور ذلك الكتاب وجد أن هناك مسائل أيضا في السيرة النبوية لا يحكى في الإجماع لكن ينص أهل العلم على أن هذا قول أكثر الناس أو جمهور العلماء أو أكثر العلماء بهذه الطريقة فهو أراد أيضا أن يدارس المسائل التي في السيرة النبوية وهي قول جمهور العلماء يدارسها مدارسة وصنع فيها كما صنع في الأول يأتي بالمسألة وهي يجعلها العنوانا لبحث مبحث أو شيء من ذلك ثم ينقل من قال من أهل العلم نصا على أن هذه قول الجمهور ثم يأتي بمستند الجمهور ثم يذكر بعد ذلك من خالف الجمهور من أهل العلم القول الثاني لأنه مدام فيه جمهور معنا فيه قول آخر لهم سواء قول أو قولين أو ثلاثة أي مكان ثم يخرص إلى نتيجة بعد ذلك هل هذا قول الجمهور يثبت أو لا أو هل الراجح هو قول الجمهور أو قول مخالفيهم وسمى كتابه الإسعاد بأقوال جمهور العلماء المتعلقة بخير العباد صلى الله عليه وسلم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غالم الأسدي وفقه الله من إصدار الدار المختبس طبعا هو قدم المقدمة أيضا باب الأول جعله أصوليا في بحث قول الجمهور تعرف من مراد بجمهور العلماء حجية قول الجمهور منزلة قول جمهور العلم وشيء من ذلك وهذا ملحظ نفيس جدا ثم نفس الكلام في كل مدارسات للكتاب بأبواب الكتاب الباقية جعل خاصة إلا أنه زاد بابا فيه باب الآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم شوف مثلا هذا وفاته صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول شوف قال فلان يرتبهم بحسب الوفيات من نقل أنه قول الجمهور العلم الأول الثاني الثالث والرابع بهذه الطريقة حتى يتم بعد ذلك يأتي إلى دليل الجمهور ويذكره ويستعره ثم يذكر ها شوف كما ترى من خالف الجمهور يذكر مخال قول قولان ثلاثة ويستدلوا لهم ويناقشهم ثم يخلصوا إلى خلاصة فيها أيهم الأرجع هل هو قول الجمهور أو لا طبعا خلاص بنتيجة أن غالب المسائل المذكورة في هذا الكتاب وهي أكثر من سبعين مسألة قول الجمهور هو الصواب قال وقول مخالفيهم كان صوابا في ستة مسائل وستة مسائل أخرى أصلا لا يصح نسبتها للجمهور لأن الخلاف فيها وسط يعني فيها تجاذب ما يصح يقول هو هذا قول الجمهور بل أحيانا يحكى أن قول الجمهور هو قول الآخر غير المحكي الأول وهذه الطريقة فهذا خلاصة كتابه وفقه الله والكتاب من إصدارات دار المقتبس والكتاب الثاني والأول كلاهما إذا ضم بعضهم إلى بعض يعطيك خلاصات محررة في كثير من القضايا والمسائل المروية في السيرة النبوية لما فيها من استيعاب الآثار ومدارستها ومحاكمة تقوىها للعلم فيها وخروج إلى خلاصات معينة فالكتاب فيه مدارسات جميلة جدا في الباب وتمنى أنه يمشي على هذا المنال في فقية المسائل أو أفكار جديدة الكتابان هم الإمتاع والإسعاد الإمتاع والإسعاد نعم هذا كتاب ثالث له أيضا في السيرة النبوية ومشاء الله عليهم تخصص السيرة النبوية الله يزا خير أخونا الشيخ أحمد وغانم هذا أصله أرجوزة من مئة بيت للعلمة بن أبي العزل الحنفي رحمه الله شارح العقيلة التحوي المشهور جعل استوعب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مئة بيت وهي مختصرة تستوعب حياته صلى الله عليه وسلم كاملة من إلادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم وهي أرجوزة لطيفة جدا سيارة معروفة تنقلت بالإسناد معروفة وهذا الشرح الذي عندنا يعد من أوسع الشروح لهذه الأرجوزة حاليا وهو بعنوان هذه الأرجوزة الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم نظمها العلامة الكبير أبي الحسن علي بن علي ابن أبي العزل حنفي الأذرعي الدمشقي المتوفى عام 792 رحمة الله عليه وشرحها واعتنى بها وحققها وذكرت أدلتها وبيان الغريب فيها والمعاني مع نقل أقوال أهل العلم سواء كان اعتنى بها نقل قضايا الإجماع ومسائل الجمهور مع تحرير المسائل فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء في مكة المكرمة طبعا قد بمقدمة المقدمة فيها فيها من نظم السيرة النبوية ذكر عدد من من نظم السيرة النبوية كان من أحسنها يقول كتاب ابن أبن العز الحانفي لطافتي ولا في ألفيات في الباب ثم طبعا ترجع لابن أبن أبن العز الحانفي أو شيء من ذلك لكنه من جميع ما صنع في المقدمة أن هذه الأرجوزة المئية فيها إشكال في صحة النسبة إليه ابن أبن العز لأنها تلثب لابن الشحنة وكان بعض الإخوة الأفاضل وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد آر الحاب وفقه الله قد خالص في كتاب حققه إلى أمنها لابن الشحنة وهو في المقدمة فعل أمران أخونا أحمد بن غانو الأسدي فعل أمرين الأول أنه ساق سنده إلى ابن أبن العز الحانفي يعني الآن سياقة الأسانيد هذه من الأدلة القوية على ثبوتها لابن أبن الحز قال لي طريقان في سندان إلى ابن أبن العز في رواية هذه الجوزة فساق أسانيده الأول ثم عقد مثل المبحث في الجواب عن إشكال صحة نسبته لابن أبن العز الحانفي وأجاب من سبعة أوجه في صحة نسبتها على ابن أبن العز وليس لابن الشحنة وأجاب سبعة أوجه ثم قدم ترجم لابن أبن العز الحانفي ثم دخل بعد ذلك في الشرح والكتاب الحقيقة حافل هذا طبعا النماذج اعتمد على تحقيقها على أربع نسخ خطية هذه هي النسخة الخطية للكتاب كما ترى وتكلم عنها ثم بدأ ذكر لفظه الأرجوزة مشكولا مرقوما لاجل الحفظ كاملة ثم بدأ بالشرح وشرحه مطول نوعا ما والكتاب كان بهذا الطريقة وطريقة أنه يسوق الأبيات ذات المعنى الواحد في الباب الواحد ذات المعنى الواحد مثلا ما تعلق بغزوة بدر في مكان واحد هذا ما تعلق بالهجرة مثلا ثم يشرحها شرحا كاملا الذي بالأحمر ها هنا هو أصل النظم من كلام الناظم والذي بعده يفسل الكلمات ويأتي فيها ثم يأتي ما فيها من الأبواب من الآثار والأحاديث المتعلقة بها أو ما يتعلق بها مسائل السيرة وكلام أهل العين في هذا الباب وفقه الله والكتاب كله بهذه الطريقة مع التوثيقات المعتنى بها الكتاب مطبوع في مجلد من أصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة هذا كتاب آخر له وهو لبلديه العلامة الكبير المحدث ذهبي العصر حقيقة ويقول دار قطني زمانه وكذلك العلامة عبد الرحمن يحي المعلم رحمه الله من الدعات النفيسة وكتاباته البادخة وتحريراته وتدقيقاته التي قبل نظيره وشوفه المعلم هذا مما ينبغي على طلبة العلم الاعتناء بآثاره العلمية ومؤلفاته لما فيها من جودة السبك والعبارة وحسن التحقيق والفهم الثاقب خاصة انه اتى بقواعد في الابواب باصول بخلاصات عظيمة جدا قد لا يتفطل لها الا مثله ناقد نحرير طلعة واسع للطلعة كان رحمة الله عليه خاصة كان في زمان قل فيه المطموع اكثر ما طلع عليه المخطوطات ايضا كانت حياته حافلة طبعا المجموع الكبير هو ايش يقول المؤلف اخونا الشيخ احمد ابن غانم الاسدي كتب كتابا فيه ترجمة موجزة مختصرة لانه لما كتب الكتاب قبل اكتب 15 سنة تقريبا لم يظهر من كتب المعلم الا شيء بسيط على ضوئها مع بعض المعلومات كتب الكتاب الترجمة المختصرة له هذه اللي قبل حوالي 15 سنة تقريبا خرجت قال ثم بعد ذلك من الله عز وجل بخروج مجموع آثار العلامة المعلمة اللي في 25 مجموع لأول مرة يطبع وفيه من الرسائل والأبحاث شيء عظيم جدا والمجموع نفيس جدا ومشهور يعني قال فعكف عليه وقال فرحت بها لما جته النسخة فعكف وإذا بيستخرج أشياء عظيمة جدا في سيرة المعلم كل فوائد ونفائل جعلته يعيد الصياغة ويعيد التجمان جديد مرة أخرى زد على ذلك أنه استطاع أن يراسل قرابته الذين في جدة والذين في أندونوسيا والذين في اليمن الوثائق والرسائل والأشياء الشخصية شيء جعلت ترجمة حافلة مما جعله يعيد الصياغة ويعيد الترتيب ويجمعها في مجلد ضخم ويجعل عنوانها الإمام عبد الرحمن بن يحي المعلم حياته وآثاره من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله وجعل الكتاب على ستة أبواب أول ما بدأ الباب الأول جعله في من مولده إلى وفاته تكلم عنه كاملا ثم جعل بابه خاصة لأن الحياة لها أثر كبير جدا تلقي على شياخ قراءاته حياته العلمية بروزه ونبوغه المبكر وشيء من ذلك ثم جعل بابا لنفائس مختارة من در العلام المعلمين قسمها مثلا مختارة من كتب الاعتقاد نفائس عقدية نفائس تاريخية نفائس حدثية حتى فيها نفائس في السلوك وغيرها وهكذا ثم بعد ذلك بدأ يجعل بابا ذكر في آثار المعلم ومصنفاته قسمها إلى المصنفات المطبوعة والمخطوطة ثم التحقيقات ثم بابا جعل فيه وصية المعلم بعض التلاميذه ثم بابا لمرسلاته رحمه الله لوالده أو لبعض قراباته والكتاب حافل حافل معنى كلمة فيه حسن الانتقاء فيه إشهادات بعض المواضع فيه إضافات علمية خاصة ما يتعلق بالقضايا الشخصية من علاقاته بأشياخه بقراباته بعض أحوالي الخاصة التي لا تتفشح مثل الرسائل الخاصة طبعا في آخر الكتاب هذا مثلا هذا بعض رسائل العلامة المعلمة رحمه الله بخطته مما كان يرسل به والده لكن هذا سورة العلامة المعلمة هذا سورة المشهورة للعلامة المعلمة رحمه الله وهذا سورته لما كان في مكتبة الحرم وقد كان مشرفا قائما عليها وهذا في دارة المعارف العثمانية لما كان في الهند وقد قام فيها قربة ربع قرن هذا أخوه هذا حفيده يعني الكتاب في آخره بعض الوثائق الكتاب من تالي فخين الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسد ومن إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة هذا سلمك الله كتاب لأنه ذهب إلى القضايا الأدبية قال أنه طالع كتاب العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف وهو العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف كان إماما في الأدب وقته كان شاعرا مفوها وكان أيضا بليغا وكان مرجعا في اللغة وهو فقيه وقاضي أيضا وكان علامة بمعنى الكلمة وهو قاضي حضرموت وعالمها له كتب أدبية ممتازة عالي راقية جدا حتى أثنى عليها كبار علماء في زمانه هو العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف له كتاب مشهور شرح فيه ديوان متنبي سماها العود الهندي كذا شرحه في العود الهندي وله كتب أخرى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي لما طالع العود الهندي أعجبه ما فيه من تحريرات وأشياء بلاغية وتدقيقات وشيء أصيل جدا يعني بعض الكلام لما تقرأه سبحان الله تحس بنشوة كذا تحس بأنك ترتقي كذا سبحان الله بعض الفوائد المليحة تأخذ باللب وتستوقفك وجد فيه من التنكيتات والعبارات تكلم في شرحه عن قضايا واقعية في المجتمعات الإسلامية بطريقة راقية جدا شوف هو يشرح الآن ويعارج أشياء فانتقى أشياء مهمة يراها كذا يعني مثل الدرر والخلاصات لكتابي استخرجها ثم جاء لكتاب آخر سمى بلابل التغريد لما كان يشرح كتاب التجريد تجريد البخاري الزبيدي شرحه في مجالس وثم بدأ يقيد قيد ثلاثة في ثلاثة أجزاء للأسف ما تطبيع للجزء الأول بقي مفقود أو غير موج حتى الآن استخرج من بلابل التغريد أيضا فوائد بنفس الطريقة ثم جاء إلى كتاب الثالث آخر كان يطبيع في الدروة السنية أيضا قام علي أخونا الشيخ علاء والثقاف في موضوع السلوك وأيضا استخرج منه بعض اللطائف وسمى الجميع الارتشاف من أدبيات الحافظ الثقاف طبعا مصدر صدره بصفحات من حياة العلامة عبد الرحمن العبيد لله الثقاف رحمه الله وفيه ترجمة ممتالة وضع يده على بعض القضايا المهمة في حياته جلاها وبينها خاصة موقفهم بعض القضايا الاعتقاد ومسائل وبعض الأئمة وشيء من هذا مما حصل من الحوارات طبعا انتخب الأدبيات ورتبها أخونا الحبيب فضيلة شيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله ونصدارات دار المكتبة الأسدية بمكة المكرمة وهو لاحظ هذا الارتشاف مقدم مقدمة حتى وكتاباته مليحة وتأثر بالشيخ السقاف هذه الترجمة ثم بدأ ينتخب لما جاء ينتخب هذا الانتخاب ومثلا الترجمة ممتازة جدا يحتاج الرجوع إليها كل من وقفها على ابن عبيد الله شوف لاحظ يجعل عنوين شوف يجعل عنوين كدلالة على الفائدة ويبدأ يذكر الفائدة هذا رقم الصفحة وبهذه الطريقة كل الكتاب بهذه الطريقة مليح يعلق حيات التعليقات يرى أنها من باب إثراء المادة العلمية الكتاب اللطيف من إصدارات المكتبة الأسدية بمكة المكرمة معنا من داخلها شيخنا نعم معنا شيخ أحمد بن غايم الأسدي الباحث في السيرة النبوية حياك الله شيخ أحمد حياكم الله بارك بيكم شيخ أحمد الله أحفظك لو تحدثنا عن كيفية انتقائك للمواضيع التي تكتب فيها خصوصا الشيخ يعني عرض بعض الكتب التي لم يسبق الكتب فيه مثل هذه المواضيع وبعض الأفكار الإبداعية وكم إصدار خرج لك حتى الآن أشكر الشيخ عبد الله البطاطي حفظه الله على هذا الجهد المذول في التعريف وكتب العلم أكرمك الله ودلالة على كتب العلم والمعرفة وأشكرك أخي عبد الوهاد على إتاحة هذه المداخلة منك الله خير بدأت رحلتي مع السيرة النبوية من 1420 ما شاء الله حينما عزنت على جمع الوفود القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قبائل العرب ما شاء الله وقطعت بعض الشوط في جمع تلك الوفود رواية ودراية وفي أثناء العمل وقفت على كلمة للحافظ بن حجر حاصلها أنه ليس في الاشتغال بالوفود كبير فائدة فهذا هناك الجناح ثم كان في الامتاع المناخ في 1427 بدأ لحنا فيه يعني يعني شخ أحمد يعني كلمة الحافظ بن حجر ثبتتك عن المشروع توقفت نعم هذا الجناح تفضل تفضل يعني من الحافظ بن حجر وهو أشار إلى أن ابن سعد كان استوعب ذكرها في الطبقات وليس بذلك كبير فائدة وأنا كنت عنونت الكتاب بعنوان أخبار إتحاف الوفود بأخبار الوفود على صاحب الحفظ المورود يالله مسلسل بنحو العنوان هنا في الأرجوزة المئية حين قول عند قول ابن أبي العز الحنفي جاءت الوفود فيها تترا عليه من طيبة نار المشروع فجاءت هذه الكلمة للحافظ بن حجر فقلت لعل الحافظ أعلم فذهبت إلى كتابي الشفاء للقاضي عياض وجعلت استخرج منه بعض المواد الوعظية في بعض الخطب والمحاضرات نعم فلفت انتباهي اعتناؤه بالإجماع وتكراره لكلمة الإجماع واعتباده به فاستخرجتها من الشفاء وجعلتها في رؤوس أقلام للعودة إليها ثم بعد ذلك رأيت أنها صالحة ولكنها في حد ذاتها لا تكفي فذهبت هناك لجرد الاستذكار والتمييد والمفهم وهذه من مراجع الانتاع المذكورة في الحوارش فأثرها مجرود كاملا ما شاء الله وفي أثناء هذا الجرد للانتاع ومسائل الإجماع كنت أعلق برؤوس أقلام أقوال الجمهور الذي خرج في الإسعاد ما شاء الله وفي أثناء الجرد الإسعاد وتحرير مسائله استخرجت مادة هي النضائر في السيرة النبوية النضائر النبوية وما ليس له أفل في السيرة النبوية وما لا يصح فيه حديث في السيرة النبوية والأوائل في السيرة النبوية ما شاء الله هذه النضائر جمعت مع المدخل إلى علم السيرة النبوية في كتاب واحد وهو تطبع وسيصدر قريبا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وأيضا كان في أثناء ذلك الجرد لتحرير مسائل الإسعاد كان التعريج على شرح الإرجوز المئية اللي تكون مدخلا لطالب العلم الذي يعزم على تأسيس وتأسيل هذا العلم في نفسه يا شيخ أحمد ما شاء الله بالخير نحن الليلة السعداء بمداخلتك معنا ونتشرب بذلك الله يعطيك العافية وما شاء الله تبارك الله يعني تميزك فيما خرج من كتب السيرة النبوية يجعلنا أن نتطلع إن شاء الله لما سيأتي مما ذكرته أنتك قبل قليل يعني جزاك الله خير أنت ذكرت يا شيخ أنه سيكون لك مثل المشروع في السيرة النبوية كذلك ذكرت في مسألة أدبيات العلمة ابن عبيد الله سقا أنك ناوي تستمر في استخراج الدرر منه في إدام القوت وضع التابوت وبقية الكتب هل هذا وين وصلت في المشروع يعني نعم أنا أيضا مساعد بكم وبكم أسعد من سعادتكم بسلامكم الله هذا الجنح الثاني للعمل الذي أسير عليه خدمة السيرة النبوية كأصلا أصيل لأنني والحمد لله رزقت حب هذا الفن الذي أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين بصاحبه جسدا كما جمعنا به روحا اللهم أمين بالنسبة للموضوعات التاريخية تحت الطبع الأبهر من أسلاك الجوهر منتخبات أدبية من شعر الإمام الشوكاني مصدر بصفحات من حياة شيخ الإسلام الشوكاني وفيها تحريرات وتنبيهات وفيها فصل بعنوان أغلاط وأوهام في ترجمة شيخ الإسلام أكثر من عشرين وهمان وعلطا في ترجمة الإمام الشوكاني وهو تحت الطبع أيضا تحت الطبع على عبد النمير من شعر البدر الأمير مصدر بصفحات من حياة علامة الإمام في القرن الثاني عشر محمد الإسماعي البدر الأمير وهو منتخبات أدبية من الديوان ومصدر بصفحات مهذبة ومختارة ومنقحة من ترجمة البدر الأمير وهكذا أعمل على ترجمة ابن الوزير رحمه الله وليحي بن أبي الخير العمراني وصاحب البيان في الفتر الشافعي ما شاء الله وصاحب الانتصار في الرد عن المنتزل القدرية الأشغار نعم وهكذا في ابن عبيد الله في كتابيه التاريخية بضائع التابوت وإدام القوت إدام القوت عندي مطبوعة أو إبرازة من إبرازاته القبر الثانية والبضائع لازلت أبحث عنه لأنه لازل مخطوطا فإذا ما تم الحصول عليه أبحث فيهما واستخرج ما تيفسر فإما أن يطبع بوحده وإما أن يطبع مع الارتشار في الطبعات الثانية والله المفتق والمستعد جزاك الله خير سلمك الله شيخ أحمد شيخ أحمد الله أحفظك هل لكم عناية بتاريخ اليمن أو مشروع التأليف فيه عندي الكتاب لازل مصودات بعنوان اليمن في صفحات تاريخية مرتب على المحافظات اليمنية بالتقسيم المعاصم أذكر فيه تعريف المحافظة وحدودها واسمها السابق واللاحق ثم أبرز أعلامها مع تراجمهم ما شاء الله ما شاء الله أشكرك شيخ أحمد على هذه المداخلة وشكر لك عبد الوهاب و للشيخ عبد الله من السمعين و شكر لكم جميعا الله يثيبك كان معنا الشيخ أحمد بن غايم الأسدي الباحث يصير النبوية أستاذ أنك شيخ نبوية فاصل فاصل أعزائي المشاهدين و نعود إليكم بإذن الله من المستقبل هل أنت متوتر من أمر مكروه تتوقعه إذا كنت كذلك فلا تقلق وفوض أمرك إلى الله الوكيل والوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أي والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته فمن آمن بأن الله هو الوكيل توكل عليه وفوض أمره إليه قال تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَقَّا أَخَذَ بِالْأَسْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَسْبَابِ لَا يُنَافِي التَّوَكُلْ قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل يسأل عن ناقته فقال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل ومن آمن بأن الله هو الوكيل رضي بما قضاه الله وقدره قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن آمن بأن الله هو الوكيل اطمأن قلبه ولم يخف من المستقبل ولم يقلق من الأرزاق فقض منها الله لعباده ومن آمن بأن الله هو الوكيل وفق بالله ولم يخف من كيد الناس وتآمرهم ضده قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نتوقوا إلى العلم من نبعه و نجني ثمارا تغذر حياكم الله متابعين كرام مرة أخرى من جديد ترحب بكم شيخنا أهلا وسهلا حياكم الله نأخذ رجب تلخبه في الفيس على السؤال التفاعلي السؤال التفاعلي ما أفضل كتاب مرة عليك في حكام الجنائز و ما ميزته أخونا الزياد يقول كتاب العلام الألباني رحمه الله مبسط و يستشهد بالقرآن الكريم وأخونا أيضا عبد الله يقول أحكام الجنائز الألباني ميزته جمع بين فقه و علم الحديث و المعتقد نعم صحيح و إذا نبهنا على هذه المزائل الشيخ و كتاب الشيخ نعم طبعا لهم كنا الملخص تلخيصه الشيخي له هو الأنفع لعامة الناس لأنه أقرب تناولا نعم عبد الله صعيد يقول كتاب و فقه الجنائز من إصدارات درر السنية ممتاز جدا و أنا أوصي به و سبق أنه عرضنا بهذا الكتاب و هو كتاب الحقيقة مليح هذا أيضا تتبعوا قضايا الإجماع و المسائل متعلقة بها و يتتبعوا مسائل البدع و غيرها و ما يقع في الناس و أضافوا أشياء على ما في كتاب الشيخ الألباني أيضا و كتاب جيل و إصدارات درر السنية عموما مفيدة في الباب ننصح بها جملة و تفصيلا و يقول كتاب الوجازة في تجهيز الجنازة لا أذكر اسم مؤلفه لا كتاب اللطيف هذا في غلاف كتاب اللطيف و أيضا هذا كتاب بس هذا عدتنا كثيرا بالقضايا العملية يعني طريقة التقسير طريقة التكفين طريقة الصلاة بهذا الكيفيات يعني هذا غالب العناية به و فقه من الله قلنا الكتب في هذا الباب كبير و بس القصد أن الإنسان هذا حق الموت حق و هو سيأتي إلى أحد قرابة أي مكان ما أحد كتب عليه له الخلود فيحتاج إنسان يقرأ في الباب حتى يعرف كيف يفعل في هذه المسائل الشرعية نستمر هذا سلامك الله عبارة عن رسالة علمية قدم لها مجموعة من أهل العلم الأفاضل و هي تتعلق في مسألة موضوع تحكيم الأعراف والعادات القبلية تاريخها و نشأتها معناها و مراد بها أحوال وأقسامها و شيء من ذلك و علاقتها بالحكم بغير ما أنزل الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن مرزوق ابن محمد الهدى لي وفقه الله المحاضر بالمحهد الحرم بالمسجد الحرام في هذه الرسالة العلمية الذي جعلها بعنوان تحكيم الأعراف والعادات القبلية دراسة عقدية دراسة عقدية طبعا في هذا الكتاب أراد تحرير المسألة ولهذا بيّن المراد بها أولا و صوره و أنواحه ثانيا و جاء بجذورها التاريخية فلما بدأ بثنا بدأ في فصل و قسم الكتاب إلى ستة أبواب ستة فصول جعل الفصل الأول في الحكم بغير ما أنزل الله بيّن المراد به علاقته منزلته الحكم بما أنزل الله علاقته بالعقيد ومنزلته عقد مبحثا فيه كيف دخلت تنحية الشريعة عن التحكيم في البلاد الإسلامية تاريخيا متى دخلت؟ بعد ذكر أنه التتار لما تساح بلاد المسلمين من ذاك العهد دخلت و جابوا بالياسق و تاريخيا ذكر ثم توالت الأحداث بعد ذلك عقد الفصل الثاني في التحكيم الشرعي والتحكيم الشرعي معروف ذكر المراد به شروطه و شيء من ذلك مدى مشروعيته ثم عقد فصله في العادات القبلية والأعراف القبلية تعريفها نشأتها أسبابها هذه كلها جعلها في أمباحث ثم فصل الرابع جعله في حكم هذه الأعادات والأعراف و ذكر فيها الحكم و جعله على مبحثهم حكم تحكيمها اللي هو تحكيم العراف طبعا هذا المراد بها ثم بعد ذلك تكلم عن الصلح الشرعي لأن بعضهم يجعل التحكيم القبلي من قبيل الصلح الشرعي عقد فصله في الصلح الشرعي معناه و المراد به و أنواعه و أحواله و شروطه و هلوة يتطبق عليه التحكيم القبلي أو هو يختلف عنه صورة و معنى ثم الفصل الأخير السالس جعله فيه الآثار المترتبة على تحكيم العراف و العادات القبلية و قسم على حسب مثلا الأثار العقدية الأثار المالية الأثار الاجتماعية الأثار الأمنية ذكره ثم خلص إلى علاج كيف يمكن علاج مثل هذه الظاهرة المنتشرة هو جاء يحتني جدا بمثلة تقعيد الباب و تنظيره عقديا لأنه هي دراسة عقدية عندنا هذه أسلتها بالعقيدة مع موجز كثير مهم جدا في النواحي التاريخية كما داخل للأبواب أقولنا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن مرثوق بن محمد الهدلي و فقه الله و الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء هالا سلمك الله عبارة عن شرح الكتاب أصلا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلمان الفيفي و فقه الله شرح الكتاب شرح الرسالة التدمرية لشيخ سام تيمية شرحه لطلاب المحهد الحرام و طلاب كلية الحرام قسم العقيدة أيضا في كلية الحرام شرحها عليهم ثم حرر هذا الشرح مرة أخرى و أضافه و وثق النقول و شيء من ذلك و أخرجه في هذا المجلد حتى تكون بين يدي الطلبة و ليستفيد منها ما يستفيد دائما الشارح الذي التجربة تسقله إذا كان يراجع و يذيف و يحرر التجربة تسقله و أسئلة الطلبة مع الألقاء يتبين له أشياء معينة سمى كتابه و شرحه الرسالة التدمرية لشيخ سام تيمية و الشرحه لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلمان الفيفي و فقه الله عميد كلية الحرام مكي الشريف و فقه الله و الكتاب من إصدارة الدارة طيبة الخضراء في هذا المجلد الجميل و الكتاب فيه من ها شوف اعتنى بالخرائط الذهنية هذا مثال الخرائط الذهنية اللي تبين بعض المسائل و الأصول التي قام عليها الكتاب و هذه مثالها نحن نبضي الإخوة طبعا الذي بالأحمر دائما هذا المتن جعل هذا طريقته طريقته أنه يجعل الرسالة التدمرية كرام الشيخ السلام تيمية بالأحمر و الشرحها هنا بعد ذلك و الشرح الأسود ثم يجعلها هنا مثل العنوين المختصرة التي هي لبيان المراد بهذا الشرح ما المراد ما المسألة المبحوثة كل الكتاب على هذه الشاكلة و هذا المنوان وفقه الله شرحا وتعليقا واستدلالا و بيانا و خرائط ذهنية لكامل الفصل و الباب حتى لباب تقريبا المعلومات للطلبة العلم هو يقول يكون نافع للطلبة وفقه الله الكتاب نطوع في مجلد ضخم من أصدارات دار طيبة الخضراء في مكة المكرمة و هذا أيضا شرح مطول الأصله كتاب التوحيد الإمام محمد عبدالوهاب رحمه الله و له عدم شروح كان من أوائل شروحه العلامة حفيده سليمان بن عبدالله ابن محمد عبدالوهاب في كتاب سمى تيسير العزيز الحميد لكنه ما أتمه فجاء بعض من جاء بعده و لما طبع الكتاب أتمه من فتح المجيد الأبواب الناقص هو سبعة أبواب الأخير تقريبا الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي وفقه الله رحمة الله عليه وتغمده بواسع رحمته توفي عام 1424 للهجرة رحمه الله كان عالما من أساتذة العقيدة له عدد من المصنفات اعتنى بعدد من الكتب له عدد من الرسائل العلمية عدد من المناقشات المعروفة أيضا لبعض الفرق الضال له هكذا وهو صاحب قلم وصاحب محاضرات ودروس وكان يعتني بهذا الكتاب اللي هو تيسير عزيز الحميد وكان له شرح أنضى فيه أكثر من خلف سنوات تقريبا ستة سنوات أو سبع سنوات في هذا الكتاب حتى أتمه من أول إلى آخره قام أخونا الحبيب بفضيلة الشيخ خالد بن عثمان الزهراني وفقه الله وفرغ كامل الشرح هذا فرغه بالكامل وحرره وكتب له مقدمة وجاء وطبع الكتاب في خمسة مجلدات ضخمة كل كتاب هذا المجلد الأول ثمامية وخبسة صفحة الثاني والثالث والرابة والخمس كله بهذا الحجم وليس فيها حجم يأتي بنص كتاب تيسير العزيز الحميد شوف هذا النص بنص كتاب تيسير العزيز الحميد كلام المؤلف شوف هذا المؤلف قال المؤلف رحمه الله اللي هو سلمان عبد الله الشرح للشيخ أحمد سعد بن حمدان هذا الشرح وهو كان رحمه الله شوف هذا الشرح أنه كان يعتني جدا بتحرير القضايا العقدية ويعتني أيضا جدا بتحرير القضايا الحديثية لأنه كان باع في هذا الباب خاصا العلل وأسانيد ومشيء من ذلك ثم هو أيضا من مزايا الكتاب العظمى ربط قضايا الاعتقاد بالسلوك والأمور القلبية وهذا قلم التفت إليه وكان هذا مثل الشرح التربوي لمسائل الاعتقاد وربط بالحياة العملية وقضايا السلوك والتعبد لله وسمي الجميع شرحوا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد طبعا الشرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي رحمه الله متوفى عام 1424 لكن اعتنى به تصحيحا وضبطا وتحقيقا وتعليقا وتخريجا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان الزهراني والكتاب من اصدارات طيبة الخضرات بكة المكرمة في خمسة مجلدات ضخمة هذا سلمك الله شرح نافع جدا ومفيد وهو على طريقة الشروح أحاديث الأحكام التي في الكليات الشرعية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ دكتور عبدالله بن محمد بن سعود آل مساعد وفقه الله جاء إلى كتاب البيوع من كتاب المحرر للإمام المحدث الكبير ابن عبدالهادي محمد بن أحمد بن عبدالهادي المتوفى عام 744 هي رحمة الله عليه وشرحها على طريقة معروفة الشرح أنه يأتي إلى الحديث ويتكلم عليه تخريجا ثم العلل ما فيه لأنه تميز بذكر العلل أحاديث العلامة بن عبدالهادي وكان إمام في هذا الباب وكان حافظا في الباب ويذكر العلل وهو على طريقة المتقدمين في نبض الأحاديث ثم فيذكر ما في العلل يشرحها أخونا الشارح الشيخ عبدالله آل مساعد يشرحها ويبين ما فيها ثم بعد ذلك يأتي إلى حكم على الحديث ثم يخرص إلى فكه الحديث ويدرس ما فيه مسألة مسألة مع كلام شراح الحديث من الإمه وغيره من ذلك من عنها العلم والكتاب سماه أحاديث كتاب البيوع من كتاب المحررة في الحديث المحررة في الحديث للإمام الحافظ بن عبدالهادي متوفى عام 744 الهجرة ومن طلاب الشيخ النساء رحمه الله دراسة حديثية فقهية من تأليف أخين الحبيب فضل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ابن سعود آل مساعد وفقه الله من اصدار الدار طيبة خضراء ابتدى بأول كتاب البيوع انتهى بمسائل الوديعة حديث الوديعة وهو طبعا في المقدمة ترجم ابن عبدالهادي ثم بعد ذلك بيّن منزلة المحررة وما فيه منزلته هكذا وطريقة هذه شوف هذه طريقة أنه يأتي إلى هذا مثلا يأتي للحديث رقمه يأتي به ثم يسوق الكلام الحديثي ابن عبدالهادي طبعا الكلام انتهى ثم هو يذكر إن كافر الصحيحين انتهى بعد يأتي إلى المسائل وقال وفيه مسائل يذكر لك المسائل وبأحيانا يقول فقه الحديث ويذكر لك ما في شوها فقه الحديث يبدأ المسألة الأولى المسألة الثانية وفيه تحريرات وأشياء جميلة هل مش على مثل معين شيخ أنا أو يذكر خلاف لا لا يذكر أخواني شرح الحديث بالغالب أنهم أهل الحديث المناسب لطلاب الكليات عموما والدارسين في المعادل الشرعية وفقوا الله الكتاب الحقيقة مفيد جدا وسهل التناول الكتاب من اصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله شيخ أنا بما أنه مفيد جدا لعله يكمل شرح باقي المحرر إن شاء الله والله أنا أضم صوت إلى صوتك إن شاء الله وإن شاء الله نحمس عليه بالخير الشيخ عبدالله ونقول له كمل باقي المحرر بهذه الطريقة الجميلة جدا خاصة أنه في يعني في بالنسبة لعموما في المسائل الشرعية ليته يعول يعول على ما يأتي من أبواب الأخيرة كتاب النكاح ونحمه وبعدين يرجع للعبادات بالذات من الخير هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس لعالم متخصص عرف بطول باعه في علم التفسير وهو أخونا حبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت عالم معروف متخصص في علم علوم التفسير وعلوم القرآن له باع كثير وهو من المشايخ القلال يوصى بكل نتاج العلمي المسموع والمرئي إن كان له مرئي والمقروء لما يتميز بها من التحريرات العلمية وحسن وضبط العلم وحسن الخراج وتقعيده أيضا وتأصيله هو قال أنه قال وجد أن من أحسن الكتب وأميزها في علوم القرآن مما استوعب مسائل فن كاملة مع أسلوب أدبي رشيق جميل جدا العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله متوفى عام 1387 75 سنة متوفى حتى الآن قال كتابه مناهل العرفان كتاب جميل جدا لكن هناك مثل بقية المؤلفات فيها أشياء من قضايا عقدية أقوار ضعيفة أحاديث آثار ضعيفة وشيء من ذلك ينبغي الخلوص منها قام حتى يخلص إلى الكتاب قام وهذب الكتاب في هذا المجلد الضخم وسماه تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن طبعا التهذيب لأخينا الحبيب فضيلة شيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله وهو شيخ خالد السبت له عناية كبيرة بمناهل العرفان أصلا له رسالة علمية في مناهل العرفان مدارسته والقضايا التي فيه دراسة ممتازة جدا أوصي بها طبعا قال هذبها فحذف الأقوال أول شيء مسائل الاعتقاد المبنية على اعتقاد الأشاعر حذفها فإن كان أصلا اعتقد حذفها فإن كان لابد أن المسألة متعلقة بقضية العقدات يقرر اعتقادها نسلنا فيها ويذكرها بعد ذلك كذلك حذف ما فيها مما فيه خلال علمي القضايا العلمية إلا إن احتجي إليها فإنه يعيد صياغتها بالتهدير العلمي الذي يراه الشيخ خالد بن عثمان السبت حذف الروايات الضعيفة وصلنا بالأحاديث الصحيحة عنها وما كان في الباب من الحديث الصحيحة ولم يذكرها نوالف فإنه يذكرها حين إذن وحافظ على رتابة الكتاب وتقسيم الكتاب ونص الكتاب كما هو خرج الأحاديث عزل أقوال أضاف أشياء كان يرى مهمة لكي يجعلها بينقسين ضمن الكلام لأنه فيه بعض إضافات تحريرات تدقيقات وهو قد عزل أقوال إذا عرف مخرج من أين أخذ أو شيء من ذلك والشبهات كيف تعمل معها؟ هو طبعا العلامة الضرقانية مما تميز به كتابه أنه أكثر جدا من ذكر شبهات المستشرقين المتعلقة بالمسائل يقول قرابة مئة مسألة مئة شبهة ساقها ورد عليها طبعا في وقتها كان يحتاج إليها لأنه كان مثل السيل المتدفق خاصة ممن يأتوا من الدارسين من الغرب قال غالب هذه ما سارت الدولة غير معروفة مثلا مهجورة فهو تركها كاملا الشبهات تركها بالكامل وأقصاها اللي هي الشبهات ولم يبقي قال لأنه في ذكر يحيالها ولم يبقي إلا ما رأى في جوابه العلامة الزرقاني فائدة نفيثة متعلقة بأصل الباب جعل الخلاصة من هذا الجواب إتماما وترميما لباقي الكتاب يعني لباقي المسألة يضيفها من ضمن الكتاب يضيفها على أنها من ضمن الكلام خلاص يكير كلام دارج كأنك تقرأ المسألة بدون مسألة شبهة ورد عليها لكن هي من ضمن ويشير في الهامش إلى أن هذا ضمن جوابي عن شبهة مقردة ويذكرها في الهامش وهذا أبدع الكتاب مجلد ضخم مع حسن الإخراج أخواننا في دار طيبة الخضراء وفقنا الله بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر والتوزيع مجلد جميل في المقدمة ترجم للزرقاني وميزة كتابي وشيء من ذلك وحرّل بعض المسألة قرابة 50 صفحة تقريبا قضاءة تمهيدية شوف شوف هذا شوف الأخوة هذا كلامه مع تحريره وضبطه وتفقيره والتعليق المحتاج إليه ترجم العلام ووثق النقول والنصوص وخرج وأشياء والكتاب الحقيقي الآن مما يوصى به لمن أراد أن يقرأ كتاب ملاهل العرفان محرّرا ولكننا أرجو أن يخرج المناهل الأصل لأنه مطبوع قديم في مجلدين أن يخرج محققا تحقيقا علميا يليق به لأنه يعتبر من أجود الكتب في المتأخرين رحمة الله العلمة الزرقاني الشيخ خالد سيد ذكر أنه مما حداه إلى هذا الكتاب أنه كان كثير من طوات العلم يسألونه يريدوا كتاب محرّر في علوم القرآن لغير المتخصصين في التفسير صحيح قال فرأيت أن الكتاب الزرقاني مؤهل لهذا لو لا أنه يحتاج إلى تهذيب وبعض الأمور ففعل هذا الكتاب حتى يكون كافي لغير المتخصصين واصلا الكتاب يقرأ في المعاهد والكليات وصار حتى يقرأ على غير الطلبة المتخصصين في الباب وانتشر وصار له ضيء صيد كبير جدا رحمة الله عليه وهو الزرقان كان واسع للاطلاع في الباب يذكر من مهارتي وسعة اطلاعي شيء مع رشاقة أسلوبه وأدبياته جميلة رحمة الله عليه هذا كتاب آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وهو شرح لرسالة في أصول التفسير للعلامة الصيوطي رحمه الله متوفى عام 2011 وهي رسالة من كتاب كتابه النقاية مشهور معروف جعل فيه الأربعة عشر فن كتب فيه مختصرات كان من ضمن علم أصول التفسير فجعل فجاء إلى هذه الرسالة في أصول التفسير أخونا الشيخ فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وشرحها شرحا وهو العالم بالباب والفن وسماه شرح رسالة في أصول التفسير للصيوطي الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله الكتاب من صدرات دار طيبة الخضراء بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر وفقه الله وقدم بمقدمة فيها النقاية ومعناها ومقدمة ما يقرأ من خبسة واربعين صفحة تمهيدية فيها ناحية تاريخية في قضية التفسير ثم بدأ يشرح كلام الصيوطي بعد ما ترجم له هذا طريقته أنه يذكر كلام الصيوطي باللون الأحمر هذا كلام الصيوطي شوف النوع كذا هذا كلام الصيوطي ثم يبدأ هذا الشرح يبدأ يشرحه كاملا مفقرا بما فيه من ذكر الاستدلال عليه وذكر الأوجه والتفريع والعلوم وما يدريه تحت الكتاب في مجلد لطيف من الدارة طيبة الخضراء بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر وفقهم الله هذا سلمك الله مجيليد لطيف قرارة 120 صفحة لكن الغرض يقول الذين كتبوا في هذا الباب وهو التفسير بالمأثور طويل كثير جدا منها رسائل علمية ومنها بحث مستقلة ومنها أشياء تبعية ومنها ما يتعلق بمناهج المفسرين وعلوم القرآن كثير جدا تفسير المأثور قال لكن عندي أي همني ثلاث مسائل محرقة أراد أن يحرغ لأهميتها في الباب ولأن ضبطها ينبني على مسائل أخرى فأتى إلى هذه الثلاثة المسائل نظرات في التفسير بالمأثور من تأليف أخيرنا الحبيب فضيلة شيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله والكتاب من اصدارات دار طيبة الخضرة بالاشتراك مع واسفة العلم والتأصيل للنشر وهو ضمن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومية شوف هذا المجلد اللطيف هو أراد وفقه الله أن يحرر هذه المسائل الثلاث تحرير مصطلح التفسير بالمأثور ما المراد به لأنه ينبني عليه أشياء ثانية حررة هذه ناحية تاريخية بدايات التأليف في التفسير المأثور هذا شيء جلء لطيف لكن أوعب الكلام في الثالث مناهج التأليف في التفسير المأثور التأليف بأبرز العلماء فيها قسمها إلى أقسام وأنواع وعرب بهم وعرب طريقتهم وهو أوسع الأبواب أو أوسع الفصول الكتاب في مجهليد لطيف 120 صباحا تقريبا من تأليف أخيرنا الحبيب فضيلة شخالد بن عثمان السبت وفقه الله هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا وهو لعالم هندي متمكن في علوم البلاغة واللغة عموما وهو ناظم ناظم عدد من المنظومات كثيرة جدا وهو أخونا الحبيب أبو سهيل أنور عبد الله ابن عبد الرحمن الفضفري وفقه الله له عدد من المنظومات ما شاء الله كتبه وفقه اعتربه على العشرين قال سألني كثير من الطلبة وله دروس وشروح عن أكتب أصول علم البلاغة ويشرحها ويقعد ويذكر أصولها وفروحها ليجبنا عليها ويتجنب الباقي فسمى هذا الكتاب اللطيف البلغة في فنون البلاغة كتاب يعرض علم البلاغة بأسلوب سهل أنيق حلوة كنت أنيق إلا الله خير أخينا الحبيب فضيل الشيخ أبي سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري وفقه الله من اصدرات ترطيبة الخضراء قدم بمقدمة جميلة جدا ثم قال أن هذا الكتاب يحتاج إليه وجعلها لغير المتخصصين وقد هو استوعب مباحث البلاغة مما يحتاج إليها و أكثر من الاستجهاد من آيات قرارة 300 آية و أبوات الشعر و 250 بيت شعري و فيها من الشرح و التفصيل و التقسيم ما يجعل يقول ما يستغنى به عن المطولات و فقه الله الكتاب من اصدرات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة أزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع و شكر و وصول لكم عزيزينا و مشاهدين نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نتوقوا إلى العلم من نبعه و نجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه و نجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال